بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيد جدا بكم النهاردة وسعيد أن أشارككم محتوى قوي جدا عن علاج السمنة النهاردة هنكشف لكم تفاصيل لأول مرة ممكن تكونوا بتسمعوها والمعلمات اللي هنده لكم ديت مش هتلاوها إلا في قناتنا لأن هنبنديكم معلومات كاملة مفصلة هنعرف النهاردة مع بعض من الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها إزاي أعرف الوزن الصحي بتاعي إيه هي الأدوية أننا أطباء تغذية في العيادات بنستخدمها الأدوية الآمنة وهنعرف إيه هي الأدوية الخطرة اللي منتشرة بشكل كبير في السوق بتاعنا ومع الأسف ممكن تكون متواجدة في بعض الصيدليات بيتم الترويج لها لغرض المكسب وقد تكون قاتلة وتؤدي إلى الموت هنعرف كل التفاصيل دي بس بعد الفاصل انتظرو ورجعنا لكم مرة تانية خلونا يلا نخش في شكل مباشر بدون ما نقول كلام كتير عايزين دلوقتي نقول مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها من أغلب الناس اللي بتجيلنا في العيادات الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة بعد ما بتمشي دورة كبيرة جدا مع دكتور عظام ويديها المسكينات والمراهم والكريمات وفي الآخر يجيل يقول لها انزلي في الوزن طب لي يا دكتورنا يا محترم أنا لقوا قلل هناك أطباء عظام يضعه فوق الراس ومجرد انه يكون عندها وزن بيمشي على بروتوكول علاجي ومع البروتوكول العلاجي يقول لها احنا السبب من ضمن الأسباب الرئيسية اللي سبب لنا المشكلة ان احنا عندنا حملة على العظم والحملة ده مش هيتحالي لما احنا نزل الوزن بتاعنا فهؤلاء الفئة اللي دائما بتنصح ان هي نزول الوزن علشان نخفف الحملة على العظم بتاعنا يبقى اول حاجة اول فئة امراض العظام المختلفة الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة الفئة محتاجة ان هي تنزل وزنها نتكلم عن مرضى السكر مرضى السكر اما انت تنزل وزنك هتبقى دفع قوية جدا ان احنا بنخفض مؤشرات السكر في الجسم وبنوصله للمعدلات الطبيعية معانا اناس كتير جدا بمجرد ان هي تنزل في الوزن بتاعها السكر بيرجع لوضعه الطبيعي وخصوصا السكر من النوع الثاني وهناك ايضا بعض الحالات من النوع الاول بمجرد ان احنا نزبط نمط الحياة ونعمل نظام غزائي بتنزل في الوزن فبرضو مرضى السكر نتكلم عن مرضى الضغط ايضا مرضى الضغط مرضى تصلب الشرايين وامراض القلب او الاوعية الدموية لازم نبقى عارفين ان الوزن الزايد لازم نبقى عارفين ان الوزن الزايد بيبقى حمل عالقلب بتاعنا فطول ما في حمل موجود عالقلب بتاعنا حتى لو بناخد ادوية القلب مش هنحل المشكلة عشان كده دكتور القلب الشاطر دايما يحول لنا الناس اللي عندها سمنا علشان تركيا ما بتنزل في الوزن الحمل بيقل عالقلب وتبقى دافعة قوية دي ان احنا نتخلص من المشكلة يبقى نلخص كده بشكل من الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها اول حاجة مرضى الضغط مرضى السكر مرضى تنصلب الشرايين وامراض القلب والاوعية الدموية مرضى الكوليسترول الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة دي كده اغلب الفئة اخر فئة ممكن اتكلم فيها الناس اللي زايد وزنها عن المعدل الطبيعي واللي هم عرض ان هم يصابوا بهذه الامراض كنتيجة لزيادة الوزن زي السكر والضغط والقلب وتصارب الشرايين وامراض الكوليسترول وامراض القلب والاوعية الدموية ده كده بشكل مختصر تكلامنا عنوك مين الفئات طب يا دكتور ازاي اعرف الوزن الصح بتاعي هناك طريقة سهلة وطريقة نحن نستخدمها في العيادات او نستخدمها كحسبة تقدر تقول ان هي حسبة نموذجية ان احنا بنستخدمها في العيادات طب يا الطريقة السهلة ان اطرح من الطول بتاعي 100 يعني يا سيادتك لو انت طولك مثلا 180 لو انت طولك 180 سنطي اطرح 100 يبقى انت المفروض الوزن بتاعك يكون 80 اكتر من كده يبقى نقول في زيادة في الوزن او بداية سمنة واقل من كده ان نقدر نقول ان هي انا حسبة دي الطريقة البسيطة لكن ليست دقيقة ما نيجي نتكلم عن الطريقة الدقيقة اللي احنا بنستخدمها في العيادات اللي هي مؤشر كتلة الجسم طب يا دكتور احمد مؤشر كتلة الجسم ان احنا بنقسم الوزن على مربع الطول الوزن بيبقى بالكيلو جرام ومربع الطول بيبقى بالمتر يعني مثلا انا طولي 170 سنتر بتضرب احنا بنحول السنتر المتر يبقى متر وسبعة يبقى 1.7 1.7 يضربها في 1.7 الناتج اللي هيطلع ده يكون في المقام احنا قلنا الوزن بالكيلو جرام فوق على مربع الطول يبقى 1.7 في 1.7 ده المقام بتاعنا البسط بتاعنا بيكون موجود في ايه؟ بشكل بسيط البسط بتاعنا بيكون في الوزن بالكيلو جرام نقسم الوزن على مربع الطول النتيجة لو طلعت بتاعتنا من 18.5 ل25 ده الوزن الصحي بتاعنا اقل من كده بيبقى نحافة من 25 ل30 دي بداية سمنة ولكن ليست سمنة وبنسميها زيادة في الوزن او او افر ويت من 30 ل35 دي ده سمنة من الدرجة الاولى من 35 ل40 سمنة من الدرجة التانية واكتر من كده اكتر من الاربعين تبقى سمنة مفرطة او بدانة شديدة يبقى ده كده بشكل مختصر احت تقسيمة بتاعتنا اللي نقدر من خلال نعرف الوزن الصحي بتاعنا يبقى احنا كده اعرفنا مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها اعرفنا ايه هو الوزن الصحي نتكلم بقى دلوقتي ايه هي الادوية طبعا قبل ما نتكلم عن الادوية من الضروري ان احنا نروح لدكتور تغذية عشان يعدلنا نظام غزائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغزائية بيراعي فيها المسموحات والممنوعات للمرض اللي موجودة عندك وبيحسب لك عدد سحرات حرارية على حسب طبيعة جسمك وبيديك سحرات حرارية تكون اقل احنا عشان ننزل واحد كيلو في الاسبوع محتاجين ان احنا نقلل من الاحتياج السعر بتاعنا سبعة تلاف سعر حراري كل اسبوع عشان ننزل كيلو واحد في الموضوع محتاج حسبة فاروح لأي دكتور تغذية شاطر كده موجود جنبك او في اي مكان غريب منك اعمل نظام غزائي صحي طب تعالوا اكلمكم بقى على الادوية انا كطبيب تغذية ايه هي الادوية اللي بنستخدمها بشكل امن في الايادات انا اول حاجة ما حد بيجي لنا الايادات طبعا بعد ما نعمل التحاليل ونتأكد ان هو صحيا مخير بكل بساطة بنسأله ايه هو في نمط حياته بيصحى الساعة كان بينام الساعة كان معاد الفطار والغداء والعشاء نوعية الاكل في الفطار نوعية الاكل في الغداء نوعية الاكل في العشاء هل بيأكل بين الوجبات هل بيحب اكل الحلويات هل بيحب المشروبات الغازية واعرف طبيعة اكله ايه ونوعية ويصحى امتى وبينام امتى علشان اعمل تقييم كامل تمام عملنا هذا التقييم الكامل لطبيعة جسمه نعمل نظام متوازن متكامل متوازن من راعي فيه المسموحات والمنوعات يبقى ديه النقطة رقم واحد تعالوا نخش دلوقتي في الأدوية بسألوا ايه يعرفنا بيأكل ايه فالناس اللي أكلها منوع يعني بيأكلوا دهون بيأكلوا كربوهيدريت يعني نقدر نقولي الأكل بيأكلوا من كل حاجة ما عندهمش مثلا حاجة زيادة بنيديهم حاجة اسمها الشيتوكال الشيتوكال ده كدوة موجود في السوق فيه مادتين فعالة فيه الشيتوزان الشيتوزان ده بيمنع امتصاص الدهون وفيه حاجة اسمها الجيميناء سيلفستر الجيميناء سيلفستر ده نقدر انه نقول انه هو حاجة بتمنع من امتصاص الكربوهيدريت فهو لو أكله منوع يعني فيه دهون وفيه كربوهيدريت يبقى بكل بساطة بيمديله حاجة زي فيها الشيتوكال اللي بفعل مادة الفعالة اللي هي الشيتوزان والجيميناء سيلفستر عشان نمنع امتصاص الدهون ونمنع امتصاص الكربوهيدريت هذا بالنسبة للناس اللي أكلها منوعة تمام خلصنا錯ها اللي أكلهاذ Line بالنسبة للناس اللي أكلها دهون أكتر بالنسبة للناس اللي أكلها دهون أكتر بنيهديه حاجة اسمه Zeniquel في مادة فعالة اسمها أورلستات الأورلستات Vikش hel existe يبقى الإطارة التقلق� الإسابةية يمنع προصدق الدهون式 منطبيت للناس اللي بالأكل دهون أكتر بالنسبة للناس اللي بتاكل دهون أكتر النشويات الج embar Lehrer بكل بساطة هنقدره اللي النشويات الرز والمكارونا نتكلم عن نشوات الناس اللي بتاكل والمحشي طبعا وكل ايش هذي الأشياء ما يكون هو بيأكل منها بكميات كبيرة أوي تبقى دافع قوية بندلو حاجة اسمها الجولوكوزانول الجولوكوزانول ده بنستخدمه في حال الناس اللي بتاكل سكوريات أكبر مع كل الناس ديت ممكن ناخد حاجة اسمها البران البران ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتحسسنا بالشبع ناخد منه حبة أو حبتين قبل كل وجه ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتحسس بالشبع ده برضو من ضمن الحاجات الامنة اللي نحن ممكن نستخدم بس لازم نبقى عارفين من الضروري جدا الى ما نيجي نستخدم اي أدوية من هذه الأدوية لازم ناخد فيتامينات ايهي الفيتامينات احنا قلنا ان تلقائيا احنا بناخد حاجات بتمنع امتصاص الدهون في الجسم واحنا اصلا الدهون دي بيدوب فيها فيتامينات معينة طب ايهي الفيتامينات دي اتا دكتور احمد فيتامين اي و دي و اي و كي فمن الضروري ان احنا ناخد ملتفايتامين بيحتوي على هذه الاشياء علشان عشان الناس تجيني والله يا دكتور انا استعملت هذه الدواء تخصيص اللي انت قلت عليه وحسيت برعشة حسيت بدوخة شوية طب ليه بتحس بدوها لان هناك نقص في الفيتامينات كنتيجة لمنع امتصاص الدهون في الجسم ومن الضروري اللي انت لو بتستخدم اي دواء من هذه الادواء لتاخد ملتفايتامين يبقى فيه فيتامين ا و دي و اي و كي خلاص خدنا خدنا حاجة فيها ملتفايتامين مع مع احد الاصناف كنتيجة لطبيعة اكلنا ده كده بشكل مختصر طب يا دكتور انا بالنسبة لي والله انا عندي سيرولايت او عندي اه يعني عندي تقدر تقول ان انا بطني عندي ترهلات في البطن ممكن نستخدم اي كريم كمضاد للسيرولايت ممكن ناخد اي كريم كمضاد للسيرولايت ممكن فيه حاجات كتيرة جدا بقى ممكن نستعملها كحاجات طبيعية ممكن نستخدمها بكل امان زي الزنجبيل برضو من ضمن الحاجات الفعالة لحرق الدهون وتحصل لنا من معدلات الايد في الجسم والحرق والتمثيل الجزائي ممكن ناخدها ناخدها على مدار اليوم الزنجبيل ممكن برضو هناك بعض الاشياء الاخرى نقدر نقول مثلا القرفة برضو من ضمن الحاجات الفعالة جدا اللي هي تحصل لنا من معدلات التمثيل الجزائي الطبيعية نقدر برضو نتكلم عن حاجات برضو تكون كعامل مساعد لنا وتكون من ضمن الحاجات القوية جدا اللي احنا ممكن نستعملها تبقى دافعة قوية جدا ان احنا ننزل في الوزن زي مثلا شورتي التخسيس الشاير اخضر ممكن نستعمله بشكل مستمر ممكن مثلا وليكن فنجان القهوة مرة يوميا يرفع لنا من معدل الحرق وبالنسبة طبعا للتجار بالنسبة للاطباء التجار اللي موجود عندهم ويقول لك لا هذا قهوة ضايت وهو القهوة هي نفس القهوة اللي هو بيشتريها من عنده الدكتور هي نفس القهوة اللي بيشتريها من برا بس عشان دي واخدها من عنده الدكتور دي اتبقى 200-300 او ايا كان او 200-300 او 500 جنيه مصري ومع الاسف واماكن معروفة جدا بس امش هزين نذكر اسماء لين احنا وجدناها ومن انضمن الحاجات المشهورة فلكن اللي انا عايز اقول بكل قوة هديئة ديئة القهوة ديئة اه هتحصل لنا من معدل الحرق لو جبتها برضو من عندك كده وبس يعني تجيب حاجة جودة عالية وخلاص وبرضو بسير الرخيص برضو هتحصل لنا من معدل الحرق فمحدش يتحك عليك يا اخوية ويقول لك ديئة وضاية واستعملها وديئة تبقى مبتين وانت بتجيبك 50 جنيه مثلا من المحل اللي جانبك بس حاجة بجودة عالية فمش عايزين نقع في فخ النص لتجار الادوية فدي كده بالنسبة للحاجة رقم اتنين اللي احنا اتكلمنا فيها بارو تعالوا نتكلم بقى عن ضمن الحاجات احنا كده اتكلمنا من الفئات اللي محتاجة تنازل وزنها عرفنا ازاي عرف الوزن الصحي بتاقي الادوية بنستخدمها في حالة الدون الاكتر بناخد ايه في حالة الاكل المنوع بناخد ايه في حالة السكريات بناخد ايه وقلنا ناخد مالتي فيتامين بشكل عام يبقى فيه فيتامين الف ودال وكاف ليه علشان تبقى دافعة قوية جدا ان احنا نعاوض الفيتامينات اللي بيبقى فيها نقص عشان ما يحصلناش ضوخة او تعب او كده فمن الضروري جدا ان احنا ناخد مالتي فيتامين معاها واتكلمنا دلوقتي ننخص بقى وقلنا ممكن ناخد بعض الحاجات الطبيعية زي الزنجبيل او الارفة اما دلوقتي هنتكلم معاكم عن الادوية الخطر هذه الادوية بنقول عليها فيها ادوية مع الاسف مع الاسف ناس كتيرة جدا في الوطن العربي كله بتستعملها بشراهة كبيرة جدا ومع الاسف يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه الناس بدأت تاخد هذه الادوية بشكل كبير جدا لكن العنايات المركزة اللي ناس بتيجي تاخد هذه الادوية وتتريم في العناية المركزة ويصلاة موت مفاجئ بسبب هذه الادوية كان لابد ان احنا نتكلم عن هذه الادوية الخطر طب ايه هي هذه الادوية الخطر؟ هذه الأدوية بتحتوي على مادة اسمها السيبوترامين السيبوترامين ده من ضمن الحاجات اللي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قالت عليها أن هذه أدوية التخصيص القاتلة يعني أن أنت تستعمل هذه الأدوية ومن باب ترويج تجيبها من على مواقع التواصل الاجتماعي عشان وعدوكم أن أنت تنزل في الوازد هتنزل في الوازد لكن لا تلوم نفسك إما تترمي في عناية مركزة وتموت يعني لا تلوم أن إيرى نفسك لأنك أنت اللي مراجعتش للمتخصصين دلوقتي يا جماعة موضوع التخصيص ده المتخصص يتكلم فيه وغير المتخصص يتكلم فيه فإحنا يا جماعة أنا دلوقتي كراجل متخصص جاي أتكلم معكم وبدأكم بحيادية كاملة عن هذا الموضوع أي حاجة فيها سيبوترامين يبعدوا عنها طب هل هؤلاء يتكلمون عن هذه الأدوية ويقول فيها سيبوترامين طبعا مش هيقول لكم فيها سيبوترامين ما يجي يقولك هيقولك ده تحتوي على مادة الكروميام تحتوي على الشيء الأخضر تحتوي على الفيتامين بيه تحتوي على التحالب الحمراء وكل هذه الأشياء تفيد في عملية الحرق وتمثيل الغذاء والهدم والبناء وتفيد في عملية الحرق لكن مش هيقولك أن فيها سيبوترامين مش هيقولك أن فيها مادة قاتلة طب إيه هي الأدوية المشهورة والمنتشرة بشكل كبير جدا ومع الأسف تباع في بعض المراكز المتخصصة ما أنا أخش مركز متخصص وألاقي فيها هذه الأدوية تباع معنى ذلك ده مش متخصص طب إنت خرجت ببناء على إيه بتدعي الأدوية ديت ببناء على إيه هو يعني مع الأسف أن حتى هناك بعض المتخصصين لتحروا صدق هذه المنتجات طب المنتجات ديت زي أدوية أدوية التيربو سلم تيربو سلم والإنه والفيه إنناس والفيه منجع ومش عارف إيه كل هذه الأدوية بلا السسناء استخدامها نقدر نقول ممكن تترمي في عينها مركزة و هناك حالات شديدة جدا بنراها في العينها مركزة بسبب استخدام هذه الأدوية ومعظم الناس بتستخدم هذه الأدوية بتحس دربات قلبية سريعة جدا ما تلومش نفسك ما تيجي تترمي في عينها مركزة أو تعيش بمرض مزمن طويلة حياتك نتيجة استخدام هذه المادة بنحذر بشكل مستمر ابعدوا عن هذه الأدوية السيبوترامين ابعدوا عننا طبعا الراجل اللي هيجي يبيع لك هتيجي تسأله تقول له فها سيبوترامين مش هيقول لك فها سيبوترامين وحتى مش مكتوب على الدول لان هذه الأدوية كلها مهربة يعني مسلا سواء كان بتخش مصر او بتخش اي بلد في اي مكان في العالم بتخش عن طريق التهريب لانها غير مرخص بيها في اي دولة في العالم تباع بشكل عن طريق التهريب فقط ومع الاسف تباع في احد المراكز المتخصصة ابعدوا عن السيبوترامين ابعدوا عن التيربوسلم ابعدوا عن الفيا انناس ابعدوا عن اي اي ادوية من هذه الادوية يرجع لهم متخصصين قبل ما تستخدموا هذه الادوية الادوية فقط اللي احنا قلناها زي الاورلستات والريجي ماكس وهذه الادوية فقط المرخصة واللي يمكن استعمالها وبرضه ترجع للطبيب قبل ما تستخدمها وبكده نكون لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه وقلنا مين الفيات اللي محتاجة تنزل وزنها اتكلمنا زي يعرف الوزن الصحي بتاعي اتكلمنا عن اهمية النظام الغذائي اتكلمنا عن الادوية اللي احنا ممكن نستخدمها في حالة الاكل المنوعة وفي حالة الكربوهيدريت الزيادة وفي حالة ما احنا ناكلنا شهوية زيادة وفي حالة الناس اللي بتاكل دهون اكتر وعرفنا الادوية الخطيرة اللي ممكن تؤدي الى نزول في الوزن ولكن ممكن تؤدي لنا الى امراض مزمنة نعيش بها طول حياتنا وطبعا تؤدي الى سكتات دماغية وجلطات وموجة مفاجئ تكلمنا عنها ونختم كده مع اي حاجة بنتكلم في التخسيص بنتكلم عن نصيحتين اساسيتين بنتكلم عن شرب المية وبنقول ان 70% من الجسم بتاعنا مية بنقول ان 90% من الدم بتاعنا مية اي حاجة بتحط فيها مية بتحط فيها حياة يقول الله عز وجل واجعلنا من الماء كل شيء حي بس بنقول لو انت عايز تنزل في الوزن بنتكلم عن شرب المية كميات مية كبيرة لكن ممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة ما نقول شرب كميات مية كبيرة يعني بنقول 3 لتل 4 لتل لكن أكتر من كده ممكن يكون فيه خطر أقل من 3 لتر أو 2 لتر ممكن يبقى فيه خطر فهو لا إفراطة ولا تفريد ما نيجي نستتكلم عن شرب المية ممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة شرب الماء دائما يكون قبل الوجبات نتكلم عن طبق الصلطة خماس الألوان نلخصه بشكل سريع قبل كل وجبة يبقى فيه طبق صلطة خماس الألوان اللون الأخضر زي الخاص والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبعدونس والفجل والرجلة والكابوتشا اللون الأحمر زي البنجرة والشمندر اللون الأصفر زي اللمون والفلفل الأصفر اللون البرتقالي زي الجزر طبق صلطة جيميل لذيذ كده يتحط قبل كل وجبة ناكله ده يحسسنا بالشعور بالشبع السريع لأنه فيه كمية ألياف كويسة زياد بناخد منه الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي احنا محتاجنا الناس اللي بتعاني من تساقط في الشعر الناس اللي بتعاني من مشاكل عدم نزول في الوزن طبق صلطة خمس الألوان بنانصر عامل مساعد والناس اللي بتبص على أنظمة الرجيم أو الأنظمة الغذائية اللي احنا بنعملها لو بتخلوا من طبق الصلطة لازم يبقى فيها مشكلة يبقى احنا دي اللي بتتكلم مع كل وجبة طبق صلطة خمس الألوان نحاول نحطه دي كده حاجات في نمط الحياة بقلنا شرب المية مع طبق الصلطة خمس الألوان نقدر نستعملهم بشكل قوي وقلنا اتكلمنا بقى دلوقتي عن الأدوية الخطر خلصناها وبعيدوا عن منتجات التيربوسلم وهذه الأدوية اللي ممكن تؤدي للموت المفاجئ فأسأل الله عز وجل لي ولكم العافية لو عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة اكتبوا في التعليقات إن شاء الله رب العالمين هنجاوب على كل الأسئلة وما لو انت حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة اضغط لايك لو مش عجبك الفيديو اضغط ديس لايك وقلنا سبب نقدك لهذا الفيديو علشان نطور ونعدل بشكل مستمر شكرا ليكم كان معاكم الدكتور أحمد عطية دهشان دومتم بصحة وعافية باي باي